بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وساء علم الله أما بعد من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحج أبي عيسى محمد بن عيسى ابن موسى ابن سورة الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامدته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين الباب الثاني والأربعين بعد المئة من الكتاب الثاني كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد الصلاة في الثوب الواحد مكروهة إذا توفر ثوبان أما إن لم يملك إلا ثوب واحد فلا كراهة في الصلاة في الثوب الواحد الثوب الواحد الكراهة سبب الكراهة مخافة أن تنكشف عورتها وأثناء الصلاة لعدم كمال السدر لأن كانوا زمان ليس لا يلبسونا ملابس داخلية غيرة الداخلية يدب يلف نفسه كده بالثوب فلو ثوب واحد وتحرك منه وهو يسجد ويركع يخشى أن تظهر عورته مش كده برضو؟ على الشكية كان مكروه لكن من لا يجد إلا ثوب واحد يحتاط ويتوشح به يعني يحطه على عاتقيه مخالفا إياهم علشان ما يقعش منه وفي نفس الوقت يصلي ولا كراهة لماذا؟ لأنه لا يملك غير ثوب واحد بيسندنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير إلى الإمام الترمذي في سنن الحديث الأربعين بعد الثلاثمائة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بيت أم سلمة مجتملا في ثوب واحد يبقى النبي فعله عنده ثوب تاني أمله في بيته لبيان الجوارس يبقى النبي قد يفعل المكروه أيها يفعل المكروه لبيان الجوارس واضح؟ قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي وسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هان وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين على سبيل الأكمل يبقى ثوبين على سبيل الكمال والكمال زين مطلوبة لأن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة واضح؟ ويبقى فعل النبي لبيان الجواز باب ما جاء في ابتداء القبلة وعنو به قال حدثنا هنال قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يودها إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فوجها نحو الكعبة وده كان في نصف شعبان نزلت قبل بدر قبل بدر بدر كان في رمضان يبقى إيه توجه للكعبة قبل إيه وقعت بدر بدر كان في رمضان في شعبان الأبليه على طول إيه توجه إلى بيت إلى الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى جدار الكعبة الذي بين الركنين فبهذه الحالة كان يبقى مستقبلا للقبلتين في وقت واحد لما يصلي إلى جدار الكعبة اللي بين الركن اليمني وركن الحجر يبقى كأنه بالضبط متوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس بأن واحد فلم يظهر أن النبي كان متوجه لبيت المقدس إلا لما هاجر إلى المدينة وصارت الكعبة خلفه فتوجه إلى بيت المقدس فظهر أنه كان يصلي إلى بيت المقدس واضح وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس لبيان أنه هو والأنبياء السابقين من بني إسرائيل كل على دين واحد وأنه ما هو إلا امتداد لدعوة الله من لد آدم حتى لا يظن علماء اليهود أنه جاء بدين مخالف لأديان السابقين بل الدين عند الله الإسلام ثم بعد ذلك لما تعنتوا وبالرغم أنهم علموا كل العلامات فيه إلا أنهم لم يريدوا الإيمان به فسقطت حكمة التوجه إلى بيت المقدس وعدنا إلى القبلة الأصلية قبلة أبينا إبراهيم الذي كان لم يكن يهوديا ولا نصراني فهي القبلة الأصلية واضح فوجها نحو الكعبة وكان يحب ذلك لأنه قال له إيه فلنولي أنك قبلة ترضاها كأن النبي كان يحب أنه يكون قبلته هي قبلة أبيه إبراهيم فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجها إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع توجهوا ولفت كل الصفوف واخترق الإمام الصفوف حتى يصير إيه أمامه وتوجه النساء ولفوا حول صفوف الرجال كل ده هما بيصلوا كل ده هما بيصلوا طيب ده حركة كثيرة جدا قالوا قبل أنها يعني الحركة الكثيرة يبقى الفعل ده كان قبل الناهي عن الحركة الكثيرة وعند الإمام مالك إذا كانت الحركة كثيرة ولكن لمصلحة الصلاة لا تضر فيبقى أي مزاهب المسألة فيها مزاهب والشفائي قالوا لا ربما تحرك ولكن حركة متقطعة يعني يمشي ثلاث حركات ويقف الحسن ثلاث حركات ويقف الحسن تحتمل دي وتحتمل دي وتحتمل دي وتحتمل وده كان في المسجد اللي احنا بنسميه دي القبلتين اللي احنا بنروح اللي هو كان بني حارسة كانوا على أطراف المدينة فأيه علموا وصلهم الخبر وصلهم وهم ركعين في الركع التانية من صلاة العصر فقال لهم وهو على الباب اللي صلى مع النبي صلى سلم يقال لأنه صلى صلات الظهر مع النبي صلى سلم ومبادئين لما راح عشان يصلى معهم العصر لأهم يصلى العصر ويقال أنه صلى العصر وادركهم أيضا في العصر لأنه كانوا أخروا العصر قليلا عن النبي صلى سلم تحتمل المعاني دي كلها فقال لهم أنه يشهد أنه صلى مع النبي فأخذوا بخبر الواحد وهذا يدل على حجية خبر الواحد طالما إذا كان ثقة يبقى خبر الواحد حج يعمل به في الأحكام مش تيجي تقول لي أسلحة حديث ده جاء من طريق واحد طالما صحيح ناخد به في الأحكام الصحابة ده منهج الصحابة مرضوش يكملوا الصلاة وبعدين يقولوا لحلف طيب ونبعث واحد تاني عشان يبقى اتنين يشهدوا ما عملوش كده لو ما سمعوا صوته وعارفين أنه رجل ثقة فتغيرت الجهة وهم جوا الصلاة فهذا أكبر دليل على حجية خبر الواحد والدليل التاني على حجية خبر الواحد رؤية الهلال في رمضان لو واحد ثقة يشوف الهلال ويقول أنا شفت الهلال نبدأ الصيام أو ننهي الصيام قضية حجية خبر الواحد كانت منقشة بين العلماء في عصر التابعين وتابع التابعين وحسمها الإمام الشفق في الرسالة وفي الأمة وفي غيره قال فانحرفوا وهم ركوع قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس قال أبو إيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق وعنه بيه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح قال أبو إيسى وحديث ابن عمر حديث صحيح آه كانوا ركوعا في صلاة الصبح القباء لأن القباء أعجب من مسجد زي القبلة وصل لهم بصلاة العصر. فما فيش تناقض. لان المسافات بتبقى بعيدة وما كانش اللي فيه موبايلات ولا فيه تليفزيون ولا فيه اخبار ولا فيه وسائل اتصال عن بعد. فكانت توصل الخبر متأخر. توصل الاخبار متأخر. فيم? ادي الحكاية. بسبب طبيعة يا عصر. انما الوقت الخبر بيتعلض قبل ما تحصل الحدث. حاجة سبحان الله. يعني ممكن يعرض للحلم اللي انت حتشوفه في المنام ان شاء الله بكرة. من سرعة ايه الاحداث? سرعة الاحداث بقت سريعة. فربنا ينجينا. لاغرت ان الناس مش قادرة تواكب سرعة الاحداث. فربنا ينجينا. باب ما جاء ان ما بين المشرقي والمغربي قبلة. طبعا لكل ايه من كانت قبلته الى الجنوب او الى الشمال. فهيبقى ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني لو قبلة احنا مبكة شمالنا. هيبقى ما بين المشرق والمغرب قبلة. طب لو متكى جنوبنا هيبقى ما بين المشرق والمغرب القبلة لأهل المدينة لأن أهل المدينة القبلة بالنسبة لهم جنوبهم. يبقى يجعل المغرب على يمينه والمشرق على يساره. يبقى متوجه كده القبلة. تبقى انت بقى المسألة? يعني يمتد الصف مهما يمتد تبضى القبلة. بقيمت ازاي? ما بقى مش تيجي تدوره تلفه. بقيمت ازاي لما يمتد بعد كيلو مثلا تحرفه. وبعد اثنين كيلو تخليه منحرف. لا. خليه ما بين المشرق والمغرب كبلا كده. يقول طب ما هو قلنا ما يطول الصف قوي حيبقى المفروض ينحرف قليلا. ايو مدام المعفوات. دي امور يعرف عنها الشرح. خلاص سهل. انت مش متوجه يعني الطيارة يعني. يقول لك ايه فهو اللي وجهكم شطرة. يعني جاهتها. في ايه? احنا بالنسبة لنا هيبقى ايه? احنا بالنسبة لنا القبلة بتاعتنا جنوب شرق. موالحة كل واحد على حسب موقع جغرافي. اش جدا بردو? المصريين جنوب شرق. تنزل شوية قرب الصعيد وفي السودانت ليه شرق على طول. وهكزة تختلف على حسب موقعك جغراف? وخط العرض والحاجات. وعنه به قال حدثنا محمد بن ابي معشر. قال حدثنا ابي عن محمد بن عمر. عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمة. ما بين المشرق والمغرب قبله. وعنه به قال حدثنا يحيى بن موسى. قال حدثنا محمد بن ابي معشر مثله. قال ابو ايسى حديث ابي هريرة. قد روي عنه من غير هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه. واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا اروي عنه شيئا. وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديثه عبد الله بن جعفر المخرمي. عن عثمان بن محمد الاخناسي. عن سعيد المقبوري. عن ابي هريرة اقوى من حديث ابي معشر واصح. وعنه به قال يبقى ينقض الحديث ويدعفه ويستدل بيه. او علمه. يعني مش بيستدل بيه عشان مش عارف انه ضعيف. لا ده عارف انه ضعيف. دي نقطة مهمة. يبقى ليس كل ضعيف لا يحتاج به. بل في مذهب الامام محمد بن حبل كان يقدم الحديث الضعيف على القياس. يعني لو المسألة فيها حديث ضعيف يقدمه على القياس. وكزا مذهب الامام ابو حنيفة. خلافا للشافعي. الشافعي يقدمه القياس على الحديث الضعيف. يبقى المسألة فيها خلاف. والامر واسع. ما زي ما عملوا لنا الالباني والجماعة اللي مشوا وراه لسلفية العصر. ان الحديث الضعيف معناه ليس بحجة مطلقا. في اي مجال. ما ينفعش كده. درجة انهم ضعفوا السيرة النبوية كلها. كل السيرة النبوية ولاك ما تقراهاش. ليه يا ابني. ولاك اصلها حديث ضعيف. شي غريب الشكل. طب يا السيرة احكام. السيرة تاريخ. والتاريخ يقبل فيه الخبر اذا شاع. دون النظر الى الاسناد. فمسألة السيرة تختلف عن مسألة الاحكام وتوثيق الخبر في الاحكام. على شكل كده لاخبطه الناس. لاخبطه الناس بكل قسم. لانهم ذا يدلك على ايه? على انهم لا اروا الترمزي ولا اروا كتب السنة ولا اروا حاجة والاخر يقول لك احنا ولا ماء سنة. سنة ايه? سنة ايه يا استاذ? انا سنة. سنة الالباني. مس سنة النبي. فهمت ازاي? سنة الالباني هو اللي هو قال لك حكاية الحديث الضعيف ليس بحب. مطلقا كده. لا. الحكاية مناقشة. فيها مناقشات كبيرة. لان الحديث الضعيف مش معناه ليس حديثا. فهمت ازاي? فيه فرق بين حديث ضعيف وليس حديثا. فهمت ازاي? الحديث الضعيف ضعيف من حيث الثبوت. لكن ربما يكون رواه النبي. في احتمال ان النبي قام. لكن من حيث الثبوت بس اللي ضعيف. فننظر هل يوافق اصحي منه? هل يحقق مقاصد الشرع? هل وهل وهل? في اي مجال ان هو? هل هناك طرق اخرى تقويه وتعدده? يبقى دي مسألة بحث وعلم بقى. مش مسألة كده كلمة ارميه على عوينة وامشي. فهمت? وعنو بيه قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي. قال حدثنا المعلب بن منصور. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي. عن اثمان بن محمد الاخ نسي. عن سعيد المقبوري. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما بين المشرق والمغرب قبله. والكلام ده موجه لمن? لأهل مدينة. ومن كان على شكلتهم. في نفس خطهم البغرافي في امتزال. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وانما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لانه من ولد المسوري ابن مخرمة. وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك. فما بينهما قبلة. عشان كده في الحالة دي هتبقى متوجه ايه? الى الجنوب. لما تخلي المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك تبقى وجهتك ايه? الى الجنوب. وكانت مكة جنوب المدينة. يبقى بيتكلموا للناس اللي عاديين في المدينة. الكلام ده قالوا سيدنا عمر بن عمر ليه? لان لما امتد مسجد النبي في اتجاه الايه? المغرب في اتجاه الغرب. وفي اتجاه الشرق. قال سيدنا عمر بن الخطاب. هو مسجد رسول الله. ولو امتد الى صنعاء اليمن. يعني لو امتد الخط كده حد صنعاء اليمن. زي هو هو خط واحد. في امتباه. لان لما وستعوا المسجد كثير من الصحابة كانت تزحم في المسجد القديم. ومش عايزة تصلي في التوسيع. سيدنا عمر اللهم ليه بتعملوا كده? والامام النووي العجيب انه رجح انك انت تحاول تحتاط انك تصلي في حدود المسجد القديم اللي امني. انا مش موافق الامام النووي في المسألة. وإلا انك هتصلي فوق بعضها بقى. مش حيب? ده بيحضر مليون. هتجيبهم ازاي تركبهم فوق بعضهم طبقات. مش هتنفل. وبالتالي المجاور يأخذ حسن المجاورة بالمجاورة. المجاورة تؤدي تنسحب الحق. فيبقى التضعيف مستمر في مسجد النبي مهما التسع. وتصلي في اي موقع? هو ده مسجد النبي خلاص. امتدت الصفوف وانتهت. تهمت? ولا تضيقها نفسك. ولا تنزل لترجيح الامام النووي في كتابه المناسك. وقال يسن لمن يحج ويزور المدينة انه يتحرع ان يصلي في حدود المسجد القديم. طبما انت كده لو انتشر ده بين المسلمين ان شاء الله حيركبه فوق بعضهم. فما ينفعش. تهمت ازاي? ما نمشي على على فتوة سيدنا عمر بن الخطاب اولى من ترجيح النووي. مش كده برضو? قالك لو امتد الى صامعي اليمن. كله مسجد النبي. طبما امتدت الصفوف خدت نفس الحكم. كلنا بنصلي خلف امام واحد. في مسجد واحد. فهمت ازاي? ولو خرج عن حدود المدينة نفسك. واخد بالك. والامر واسع وربنا رحمته واسعة. ولا نضيق على نفسنا ولا على المسلمين. وقال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. اذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرقي والمغرب قبلة عند هذا لأهل المشرقي. واختار عبدالله ابن المبارك التياسرة لأهل مارو. كل واحد يعني على حسب موقع البغراف يبقى. فهمت ازاي? يبقى كل بلد على حسب موقع البغراف. شوف خطوط العرب ايه? وخطوط الطول ايه? ومكة بالنسبة لك اتجاهها ايه? احنا مسلا في مصر بنا نحرف ايه? جنوب شرق شوية. لان مصر شوية شمال مكة. شرق مكة وشمال. فيمت ازاي? نعتبر ايه? في غرب مكة. في غرب مكة وشمال. وبالتالي لازم احنا نتوجه لما كان يبقى جنوب شرق. وهكذا يبقى كل بلد يشوف نفسه على حسب موقع البغراف. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. افرد انك انت في غيم وكنت في سفر واكتهدت على اتجاه القبلة فصليت. فلما زال الغيم وانتهت الصلاة اكتشبت ان كان اجتهاد الخطأ. وكانت القبلة في اتجاه تاني. هل عليك الاعادة او لا? او الوقت غيم يعني ايه? يعني علامات اجتهاد القبلة ضعيفة. فواضح? فانا اجتهدت مع وجود العلامات الضعيفة. فصليت. ثم زال الغيم. فظهرت العلامات واتضح ان اجتهادي كان خطأ. هل علي اعادة الصلاة? ولا تنعقد الصلاة القديمة? مذهبان. ذهب الحنابيل والاحناف الى عدم الاعادة. سواء كنت في الوقت او خارج الوقت. لانك صليت باجتهاد صحيح. واضح? على اعتبار فاينما تولوا فثم وجود الله. خلال. وذهب الشافعية ومن وافقهم الى الاعادة. سواء في الوقت او خارج الوقت. ومذهب ثالث قال لك تعيد لو كنت في الوقت ولا تعيد لو قرج الوقت. يبقى عندنا تلات مذهب. فهم? بالمسألة. مذهب الاحناف والحنابلة. ما تعدش سواء كنت في الوقت او خارج الوقت. طالما كان باجتهاد صحيح. ومذهب الشافعية تعيد سواء في الوقت او خارج الوقت. طالما بانى لك الخطر. واضح? والمذهب الثاني. الثالث. قال لك انك انت تعيد لو كنت في الوقت ولا تعيد لو خرج الوقت. فهمت بقى المسألة? نقرأ بقى ايه الحديث ونشوف. وعن ابيه قال حدثنا محمود ابن غيلان. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا اشعث ابن سعيد السمان عن عاصم ابن عبيد. ابن عبيد الله عن عبدالله ابن عامر ابن ربيع عن ابيه. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. ليلة مظلمة يعني النجوم مش واضحة. او غيم. فلم ندري اين القبلة. لانه كانوا بيعرفوا الاتجاهات عن طريق النجوم وعلامات والظل والحاجات دي كلها. واضح. فلم ندري اين القبلة. فصلى كل رجل مننا على حياله. يعني كل واحد اجتهد وصلى على الجاهة اللي هو شايفها. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله. ما انهمش اللي عادة هو. فالحديث خد بمين? الاحناف والحنابل. طيب اللي امام الشافري ما اخدش بالحديث ليه? ضعيف الاسنان. حديث ضعيف الاسنان. في اسناني كلام. طيب. ما شكرا الامام الشافري يقدم القياس الجلية على الحديث الضعيف. والحنابلة والاحناف يقدموا الحديث الضعيف على القياس. شفت بقى اختلاف القواعد تؤدي الى اختلاف الفروع. ده عنده قاعدة. انا اقدم الحديث الضعيف على القياس. فمن اللي بيعمل كده? الحنابلة والاحناف. خلاص. اقل لك خلاص يبا ما معدش. عندنا حديث السفر. اللي ما عادوش فيه والنبي لم يأمرهم. ونزلت عيد فاينما تولوا فثم وجه الله. لما شاف علوم بس ده حديث ضعيف. انا اقدم القياس الجلية على الحديث الضعيف. لان القياس مبني على حديث صحيح. خبر صحيح. فهو صحيح. ولا اترك الصحيح الى ضعيف ابدا. ماذا بالامام الشفيع جده؟ تبقى المسالة مزاهب. واراء مختلف. قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك. الله شوف عارف او. ده الامام الترمزي عارف اكتر من الالباني. تهمت ازاي؟ يوم يجي الالباني قال يحقق الترمزي ويقعد يصحح ويخطأ في الالباني. انت ما عارف. هما ناس بتقلف مش عايزة? مش عارفة يعني? لا عارفين. علم كبار. حفاظ كبار. ده هما اللي وضعوا اسسوا هذا العلم. تهمت؟ قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك. لا نعرفه الا من حديث اشعث السمان. واشعث ابن سعيد ابو الربيع السمان يضعف في الحديث. وقد ذهب اكثر واهل العلم الى هذا. الله شوف. بالرغم الحديث ضعيف. ايه ده? الحق. بلغ البوليس. فهمت ازاي؟ البوليس والأمة السلفية. اعمل ان نفسهم بوليس استرنا. فهمت ازاي؟ لا بلغهم بقوا. في ناس بتاخد بالحديث الضعيف يا بوليس. يبقى ايه? يبقى ممكن يقدم الحديث الضعيف على القياس. خلاص في المسائل الفرعية. والأمة عاشت كده قرون. الى يومنا هزا. فهم? فعايزين يغيروا جنة. ويغيروا فهمنا لهذا الدين. عالشان كده خرج منهم من الدواعش. وخرج منهم التكفيريين. وخرج منهم كل. الفكر القبيح ده هو اللي خرج القنابل دي اللي احنا بنشوف ها الوقت. هذه بضعاتهم ردت اليهم. يعني طريقة التفكير دي تؤدي في الاخر بعد سنوات الى قنابل وملطوف تحرق به ديار المسلمين وتراق به دماء المسلمين بأيدي المسلمين. فالمسألة مسهلة مش بنهناش في حديث ضعيف ومش ضعيف. لا. تال فكر ده نفسه كان نبات بزور زهرت منها اشجار الدواعش والتكفيريين والقنابل والاسلحة اللي موجودة في كل بلاد المسلمين لله. فهمت بقى؟ هذه المشكلة. يا ريك كان فكرة ده نبني عليه هذا. كنا اهملناه. لكن نشوف نبني عليه هذا. فما نحن فيه من فتنة واراقة الدماء هذه بضاعة الوهبية والسلفية ردت اليهم. كانت افكار ثم صارت بعد ذلك متفجرات. كفروا المسلمين اولا ثم ارقوا دماغهم ثانيا. ده امت ازاي؟ هذه الحكاية. خطأوا المسلمين اولا ثم قالوا انهم في جاهلية. شو من اللي قالوا كده؟ وربنا بيقولوا لا تزكوا انفسكم. وهم زكوا انفسهم. اعتبروا نفسهم هم الفاهمين. وهم الموحدون. وهم 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 وغيرهم لا شيء. وهم اولى الناس بالوعد الالهي بالنصر. وعيشين في ايه؟ في وهم الوعد الالهي للنصر. وكأن الله ينصر الظالم. وهم ظلمة. فكيف ينصرهم؟ هذا حديث ليس اسناده بذاك. لا نعرفه الا من حديثي اشعث السمان. واشعث ابن سعيد ابو الربيع السمان يضعف في الحديث. وقد ذهب اكثر اهل العلم الى هاد. اهو كلام اهو. فهم الكلام ده. يمنع خروج الدواج. شوف ببساطة كده. فهمت. الاول تربي العقلية بهذه الطريقة. يقول ما يطلعش بعد كده يبقى انسان يفجر نفسه في وسط المسلم. ابدا عمره. اللي اترب على هذه العقلية. يبقى رحمة بالعالمية. طول ما هو قاعد كده رحمة. ومتواضع. قالوا اذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى انه صلى لغير القبلة. فان صلاته جائزة وبه. يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحق. وحط ابو حنيفة معنا. كمان. وخرج الشفعي ومالك. الشفعي يقولك لا عايي عيد. ليه? قصة ده حديث ضعيف. انا رأي ان الحديث الضعيف. ان القياس الصحيح المبني على اصل صحيح. اقوى من الحديث الضعيف. خلق ما يجرىش حاجة يا شفعي. حاضر. ما يجرىش حاجة برضي يا ابو حنيفة. حاضر. والحكاة سهلة. يبقى اتنين اخوات واحد يقوم يعيد صلاته والتاني ما يعيدش والاتنين يبطلوا اخوات. مفيش بقى بضعة ضلالة في النار والاخ يقتل اخوه. فهمت ازاي? يقول له اصداد بياخد الحديث الضعيف. طب نعمل في ايه? اقتله. 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 شيء عجيب الشكل. باب ما جاء في كراهية ما يصلى اليه وفيه. غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا عيها الذين امانوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي للمين وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي للمين وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي للمين وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادة كلماتك وكما تحب وترضى. سبحانا ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشتركوا في القناة